السيدة مو محمد تتفضل مو محمد تفضلي يا سيد محمد عليكم السلام عليكم حضرتك أنا عندي بنتي مرضة كنصر يا رب اجمع لها بين تمام الأجل والعافية وبعدين كان فيه المصلد هو ني بـ 115 ألف أنا استلبت ودينتي للناس وجبتك روضة وأنا عارف أن ربنا بعكبنا عشان الكروضة دي لأن أنا كنت قلت حضى الله بيني وبنا ما عمتش هجبها تاني بس أنا قفضت ببنكتي عشان تساعدني وما حدش وقف جنبي فين سؤالك يا حاجة محمد بس مين قالك أن أنت لو أنك أنت جبت قرد عشان تصدق عشان تدفعي قيمة المصل لده لبنتك يبقى أنت ده حرام عليك ودوت هيدخل عليك بالخراب ومن ده غلط ده غلط اللي حاصل ده اللي أنت فيه ده تمام الدرس أنت في مدرسة الحياة ربنا بيعلمنا درس فاللي أنت سمتيه خراب ده لسه أنت بتتعلم الدرس أنت والكريمة العزيزة بنتك بتتعلموا درس فليه تخليك أنت في نص الدرس تقولي الدرس صعب أو مش مفهوم أو مش صح حضرتك أنا اكتفت أن أنا مش عايزة أجيب كروضة تاني بس كل ما ده الدين الدين بيديد علي طب فين سؤال حضرتك يا حاجة محمد أنا هو ده أنا عارف أنه ده عجب رب عجب ربنا لي مش حاصل يا بنتي طب أنا عملي عملي ما لقيتش حدي شيخ نيقى في جنبي كويس إيه بقى إحنا دلوقتي تعملي إيه وانت في الحالة دي اللي أنت حسة أني محدش جنبي كان أقولك أقولك يا حاجة محمد تعملي إيه بس حاجة محمد خلينا بس نفهم كويس جدا ده متعلق بفهمنا للحياة كلها الحياة كلها مدرسة يعني أسأل أنا عمر الورداني لو إن أنا حصل لي أي حاجة واضطريت إن أنا يبقى عندي احتياج والاحتياج ده أنا ما عنديش إن أنا أسد بيه الاحتياج ده عامل إيه هتعامل بالموجود معايا ده وطب وبقية الاحتياج اللي أنا مش قادر أشبعه إيه اللي حاصل هشوف ربنا عايزنا أتعلم إيه يعني أنت لما يكون عندك احتياج عشان تدفعي أولا أنا بنادي الناس إنه تتشارك مع بعض وتتعاون تتعاون عن البر والتقوى وربنا سبحانه وتعالى يكرمهم وكلما الإنسان بيساعد حده والوقت اللي إحنا فيه ده أهم وقت أنا عايز أقول بس إن الوقت اللي إحنا فيه ده هو الوقت اللي بتتضاعف فيه العطاية والحسنات والبركات من عند رب البريه لإني من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وده معنى أنه كمان بيفرج عنه كرب فاللي إحنا فيه ده أهم وقت بيحصل فيه التعاون والتضامن والسعي لكن إحنا بقى لو حصل إنه واحد أبتلي وما عندوش قدرة على التعامل مع هذا البلاء أقصد قدرة مالية لكن عندو القدرة الإيمانية والمحبة والمصافة وفهموا إن دوت ربنا مش باعت له دوت عشان يعذبه فده شيء مهم جدا إن إحنا لازم نفهمه واضح كده فيا سادة يا كرام يا أحباب يا سادة يا أيها المنورون أرجوكم لازم نفهم إن إحنا الدرس عندنا ما يجيش حد في نص الدرس ويقول إن الدرس ده ما ينفعش يكون في المقرر خالص لإن على فكرة إحنا في وسط الدرس ده ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ويفتح علينا فيوضات كتيرة جدا 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 لازم نفهمها ولازم نتعامل معها وعدم فهمنا لهذا الأمر بيخلي المسألة أصعبة فعشان كده سادة محمد كملي وانت مش في حالة عقاب من الله سبحانه وتعالى لكن انت ربنا أراد أن انت تعلمي الدرس كاملا في بعض الناس لما يجيوا في نص الدرس يقولوا ما بقتش فاهم المسألة بقت غمضة لكن هو لما يصبر ربنا يفتح علي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيها سادة محمد اسبري وانا عارف أن أهل لمريض الكنسر هم أكثر الناس تعبا لأن هما في الحقيقة بيبقوا متصلين الانتصال شديد به فعشان كده بقولك استمري وفعلي لتقدري عليه وانت مش في حالة عقاب من الله إن هو يرجع المرض تاني أو يحصل أي حاجة ده مش معناها أن انت في حالة عقاب ربنا يفتح عليك ويسر ليك ويجمع بينا تمام الأجر والعافية لبنتك ويحفظك ويخفف من عليك ويسر ليك أمرك إن شاء الله